الروتين العناية بالبشرة كثير كثير مهم خصوصا هلا انه احنا عم نخلص فصل الصيف وعم ندخل فصل الخريف طبعا فصل الصيف كثير في له اثار كانت سيئة اكيد عبشرتنا لانه بالصيف احنا نتشمس كثير متعرض للشمس بنعمل تاننج فبعا عم نعرض لبشرتنا لكثير اثار سيئة الحرارة العالية الجفاف العالي بلوس انه احنا برضو دخلنا فصل الخريف وتقلبات فصل الخريف يعني شوي ممكن تلاقي الطقس بارد شوي شوب بتلاقي فيه هوا فيه غبرة فيه جفاف عالي كل هذا بيأثر على بشرتنا فلازم يكون طبعا اكيد عنا روتين يومي انه احنا ندير بالنا فيه على بشرتنا عشان نوصل للتوازن اللي احنا بدنا اياه للبشرة تكون هلثي تكون صحية يكون فيها نظارة نعم طبعا لما نحكي روتين ايش اللي بدو يفرق علينا ايش اللي لازم نغيره من مع تغير الفصول وزي ما ذكرتي انه فيه مسببات يمكن بتتعب البشرة طبعا اكيد هلا فصل الخريف بما انه احنا دخلين فصل الخريف خلينا شوي نركز على هذا الموضوع الروتين تبعي بدي اركز عليه اكتر انه يكون فيه ترطيب كتير 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 عالي فيه اشياء اساسية انا لازم اطلع عليها في هذا الروتين اعمل ترطيب عالي كتير لبشرتين لانه فصل الخريف فيه جفاف كتير عالي للبشرة اعمل مسكات مثلا كل اسبوع عشان اعمل هذا الترطيب العالي اللي انا بديها ادور على كريمات على سيريمات يكون فيها بروتينات فيها كولاجين لبشرتي لتغذي بشرتي كتير كتير منيح طبعا كمان ادور على اشي يكون فيه مضادات اكسدة انتي اكسدنس لتحارب لي الفري ريديكلز اللي انا طول الصيف وانا عم بتعرض لحرارة عم تعمل فري ريديكلز عندي عم تعمل هدم للبشرة عندي هاي اشياء انا كتير بدي اطلع عليها في الروتين اليومي تبعي انا كيف بدي اشتغل فيه هلأ طبعا اكيد الروتين لا يغني انه انتي الروتين العادي اللي بديك تعملي اللي هو تنظيف البشرة بالكلنزرز لكن بالخريف بدي يكون شوي الكلنزرز فيه رطوبة اكتر يعني استعمل اشي بيعطيني ترطيب عالي اكتر بيكون اختلاف بالمنتجات اللي بنا مستعملها بالزبط يعني أنا مثلا فصل خريفة أشياء رحستعملها غير عن فصل الصيف غير عن فصل الشتاء حسب كل فصل أنه كل فصل بيأثر عبشوتي بطريقة مختلفة نعم طب إذا نحكي عن الأمور اللازم نبتعد عنها نحن نحكي عن المنتجات وموجود اليوم معنا من كشمير كل هذه المنتجات الأكيد موجودة بجميع فروحهم واللي كمان مش بس بفروحهم المتشرين بالمملكة الأردنية الحاشمية لا وإنما قيمان تقدر تطلبوهم أونلاين من خلال الويب سايت تبع كشمير نحكي عن هذه المنتجات ولكن بالبداية أكيد في أمور لازم نبتعد عنها يعني يمكن كنا نمارسها هلا بهذا الفصل لازم نبتعد عنها وما نعملها بتاتا شوفي هو صعب أنك تحكي أني أنا أبتعد عنها إحنا يعني الأمور والأسباب اللي بتأثر كثير على بشوتنا اللايف ستايل تبعتنا اللايف ستايل تبعتنا صعب كثير تغيريها يعني إحنا عنا سترس كثير عالي بحياتنا كلنا عنا سترس صعب هذا تقليلي تقولي أنا بدي أبطل أكون سترس تحاولي نكون مثاليين عشان نقدر نعمل عشرة بالمية من اللايف ستاعملون بالزبط بالزبط السهر إحنا شعب نحب السهر فبتلاقي السهر كثير مضر عنا لبشرتنا كثير بعملنا هلات سودا تحت العيون التدخين الأرقيلة ما في شب ما في صبية قليل تلاقي ما بيأرقله وما بيدخنه هاي كلها بتأثر على البشرة القهوة الشاي يعني خلينا نحكي هاي الأشياء لإحنا باللايف ستايل تبعتنا صعب إنه إحنا نغيرها لكن أتليست خلينا نحاول إنه إحنا نعمل إشي مضاعف لنحافظ عبشرتنا لن يجي يعني ندير بالنا عبشرتنا أكتر لإنه هاي الأسباب صعب نغيرها هلأ في أمور أنا مثلا تانية لأ هاي ممكن أنت تتحكمي فيها لسكربز في كتير صبايا بيحبوا يعملوا سكرب لبشرتهم هلأ بالخريف أنا ما بفضل إنهم يعملوا يومي ممكن كل عشر تيام عرفتي علي كيف كل أسبوعين يعملوا سكربينج للبشرة لأنه إنتي عندك بالخريف جفاف عالي فأنتي ما بدك تضلك تعملي سكرب وتشيلي خلايا من بشرتك وتزيدي نسبة الجفاف بالبشرة فهاي مثلا ممكن الأشياء أنت تقليليها هاي فيكي مجال اللي ما فيك تقليلي زي القهوة اللي كتير الشاي اللي كتير بتحاولي تخفي فيه حاولي يخفي فيه أو حاولي أنك تزيدي الترطيب لبشرتك أكتر من مرة في اليوم عشان تؤوفركم هاي الأشياء اللي هي بتصيب لك نعم خلينا نحكي هيك عن المنتجات الموجودة معنا في كتير منتجات ويمكن الحلو بكشمير بأنه فيه منتجات كتير بس ما بيضيعوا يعني لزبونة أو لزبون لما يدخل على المكان على المحل ما رح يضيع بأنه فيه كتير منتجات لأنه دائما فيه ناس موجودين لحتى يساعدوا هلا أنا بحب كشمير بصراحة والحلو فيهم أنه الصبايا مثلا كتير في بيكون عندهم مشاكل ببشرتهم صعب الصبايا يعرفوا شو هي الأسباب أو المشاكل الموجودة عندهم بالبشرة هلا أنا مثلا بدي بشرة نظرة طب إيش هي النظارة عندي أنا كيف بقدر أعرف بشرتي نظرة أو مش نظرة أنا يعني بعتبر نظارة هي كلمة عامة في تحتيها كتير أشياء أنت بديك تطلع عليها الشحوب في البشرة الهالات السودة الجفاف المسامات الحبوب هاي كلها تحت مسميات النظارة طب أنا مثلا كصبية أنا ما بعرف مثلا شو المشكلة الرئيسية اللي عندي في بشرتي ممكن يكون عندي مشكلة ممكن يكون عندي أكتر الحلو بكشمير أنه زي ما حكيتي في عندهم صبايا متخصصين بالبشرة كتير ممكن أنهم يروحوا الصبايا لعندهم يعرفوا منهم شو المشكلة الموجودة ببشرتهم وهم يخبروهم مثلا شو هو المنتج أو الكريم أو السيرمز اللي كتير مناسبة لبشرتهم لتحللهم هاي المشكلة خليني مشي مع المنتجات اللي موجودة اليوم عندنا من كشمير اللي بنرجع مذكركم هي متواجدة بجميع فروع كشمير المنتشرة وأيضا موجودة على الويب سايب تقدروا تطلبوهم ويوصلوكم لباب البيت تمام نحكي عن أول منتج خليني أحكي عامة أنا إيش أنا بدور في الكريم أو السيرم اللي أنا بدي أستعمله لبشرتي حكينا إحنا في كتير أشياء مهمة ندور عليها اللي هي الترطيب العالي طب إيش هو الترطيب العالي؟ أنا لما بدي أناقي واحد من الكريمز أو السيرمز لبشرتي بدي أدور إنه مسلا يكون فيه هايلورينيك أسد هلأ مادة الهايلورينيك أسد مادة كتير بتساعد على ترطيب البشرة لأنه هي بتجذب جزيئات الماء وبتخليها جوه خلايا البشرة فبتزيد من ترطيب البشرة بدي مثلا أشوف سيرمز كريمز فيها الأوليفيرا الأوليفيرا كتير رائع برضو في ترطيب البشرة في ناس مثلا بتحب تدور على الكولاجين يكون موجود في الكريمز أو السيرمز حلو نعرف إنه الكولاجين أنواع تمام شو هو النوع مثلا المنيح أنا لبشرتي هلا مثلا من الأنواع الكتير منيح للبشرة وهو الكولاجين البحري الكولاجين البحري الحلو فيه إنه امتصاصه كتير سريع فعليته كتير سريعة بدور مثلا كمان الصبايا اللي عندهم تصبغات أو كلف يعني ممكن أنا مثلا ما يكون عندي شحوب يكون عندي نظارة لكن في عندي تصبغات عندي كلف إيش هو الإشي اللي أنا بدأ أدور عليه إني أستعمله عشان يشلي التصبغات والكلف والهلات السودة تحت البشرة نعم هلا طبعا أكيد في عندنا منتجات كريمات سيرامات فيها أشياء ناتشرل وفيه أشياء بتكون كميكلز أنا دايما بفضل وكتير بنصح الصبايا إنهم يروحوا للإشي الناتشرل يدوروا مثلا بالسيرام والكريم على فيتامين سي على فيتامين بي ثري على مثلا مادة الألفة أربوتين يعني مثلا في عنا واحد هون البرودكت فيه مادة الألفة أربوتين الألفة أربوتين الحلو فيها إنه هي مادة كتير ناتشرل من التوت البري بتشتغل إنها بتقلل إفراز مادة الملانين في بشرتنا فهي بتشتغل على طبقات الجلد نعم هاي بننستعرضهم هيكا مع بعض عشان يشوفوا إيش هي المنتجات كم لي لنا دكتورة أهى فأنتي هون زي ما قلتلك حسب انتي كيف طبيعة بشرتك انتي بدكتنا إيه سيرمز أو الكريم اللي بتناسبك بحسب الفصل هلا مثلا نحطة بالخريف السيرمز كتير حلوة لأنها بتعمل ترطيبة كتير أعلى لبشرتنا هلا حكينا كتير إحنا إنه إحنا بنشرب شاي بنشرب قهوة بندخن كتير هاي كلها بتعمل عنا جذور حرة نعم اللي هي الفري ريديكالز فإحنا بندور على مثلا منتجات يكون فيها أنتي أكسيدنس الأنتي أكسيدنس مثلا زي الفيتامين سي زي الفيتامين إي هدول إحنا أنتي أكسيدنس بنعرفهم نعم هلأ مثلا برضو خلينا نحكي هون في النورجن في عنا إشي كتير حلو إنه فيه مواد مش موجودة في منتجات تانية نعم فيه مثلا مادة مستخلص الكستنا مستخلص الكستنا مادة كتير حلوة للبشرة من أحدث الأشياء اللي هي نزلات الحلو فيها أنها بتقلل مثلا تكسير الهايلورينيك أسد في بشرتنا لهيك بتحافظ أكتر على رطوبة بشرتنا بتقلل من تكسير الكولاجين في البشرة نعم وبرضو بتشتغل أز مضادات أكسيدن نعم يعني شكرا لوجودك معنا دكتورة لينا الصفدي ويعني شكرا على كل المعلومات التي قدمت لنا إياها وبنرجع نذكركم بأن كل هاي المنتجات بتلاقوها موجودة بفروع كشمير المنتشرة وأيضا من خلال الويب سايت اشتركوا في القناة